حققت مصر إنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية عملت خلالها على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات القومية المختلفة ويعد سنوات وبعد سنوات من العمل الشاقة تحولت الصحراء الجرداء إلى مدينة تدب فيها الحياة تحمل اسم العاصمة الإدارية الجديدة وهو المشروع الذي من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر إنجازات كبيرة حققتها مصر على مدار السنوات الماضية عملت خلالها على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة جنبا إلى جنب بتنفيذ العديد من المشروعات القومية المختلفة ضمن الملامح الرئيسية للجمهورية الجديدة فبعد سنوات من العمل الشاق تحولت الصحراء الجرداء إلى مدينة تدب فيها الحياة تحمل اسم العاصمة الإدارية الجديدة الدولة حرصت على تنفيذ العاصمة الإدارية تبقا لأحدث الأنظمة العالمية والمدن الذكية فهذا المشروع البنائي الضخم متوقع أن ينمو عدد السكان به من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050 هو المشروع الذي من شأنه ادخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية في مصر وضمن ملامح الجمهورية الجديدة سعت الدولة إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا في كافة مناحي الحياة وأثمرت الجهود عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تستهدف التحول الرقمي في المجالات كافة منها منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي المنصة تضم حاليا أكثر من 165 خدمة في مختلف القطاعات ومدينة المعرفة التي يتم إنشاؤها على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجي لدعم البحوث والابتكار إنجازات عديدة حققتها الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي ساهمت في تقدم مصر في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف A وهو أعلى فئة في المؤشر وتعد شبكات قطاع النقل بمثابة شرايين الحية التي تتضفق من خلالها السلع والخدمات لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وحضي قطاع النقل بالنصيب الأكبر من المشروعات العملاقة التي تم إنجازها من 2014 إلى 2023 بتكلفة تجاوزت الـ 2 تريليون جنيه منها مشروعات نفذت في مصر لأول مرة مثل المونوريل ويبلغ طول الإجمالي لمشروع المونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية غرب النيل السادس من أكتوبر 98.5 كيلو مترات بعدد 35 محطة وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة تواصل الدولة بأجهزتها المختلفة العمل على مدار الساعة وبدل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذها حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 68.8 كيلو متر وعدد 12 محطة بتكلفة 26.3 مليار جنيه وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمتر الأنفاق هارون عدلي منصور بطول 11.5 كيلو متر بتكلفة 28.4 مليار جنيه وأيضا مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يعد الأطخم في العالم وفي تاريخ شركة سيمينز الألمانية ويبلغ طول الثلاث خطوط بقطار الكهربائي السريع حوالي 2000 كيلو متر على مستوى الجمهورية ومن المخطط الانتهاء من مشروع القطار الكهربائي السريع عام 2025 ليشمل 60 محطة الجمهورية الجديدة شعار رفعته مصر كدليل على التحول الشامل الذي تشهده البلاد في كافة القطاعات لبناء دولة عصرية حديثة ترجمة نانسي قنقر